السلام عليكم معكم مسؤمنية وباقي سلسلة تأسيس الأطفال أنا عايزة النهاردة عمل فيديو جميل جدا وزغنن عن إمتى بنستخدم الآي إمتى بنستخدم زي إمتى بنستخدم هي إمتى بنستخدم فير بي إمتى بنستخدم المضارع البسيط إمتى بنستخدم المضارع المستمر الحاجات دي لو التفل تأسس فيها صح عارف يكتب يقول الجمل بالمضارع البسيط إمتى وبالمضارع المستمر إمتى وبم وإز وآر إمتى هتبقى سهلة جدا فأنا أول حاجة هتكلم عليها هو القعدة بتاعي طيب نروحها كده نركز مع بعضينا في حاجة اسمها المضارع البسيط ده سهل جدا 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 إحنا قلنا إن الجملة عندي بتبدأ بسوبجكت اللي هو الفاعل مين هو الفاعل؟ هتكلم عني أنا نفسي I هتكلم عنه هو He هتكلم عنها هي هتكلم عن قطة او عن ترابيزة شورع او ترابيزة الحاجات دي كلها غير عاقل هتاخد ات هتكلم عنهم هما الاتنين وانا مش منهم زي تعاني اقول اغنية مع بعض انا اي هو هي هي شي والغير العاقل ات هما زي احنا وي انت يو دول الدماء اللي عندي الاساسيين في اي زمن او اي جملة في الانجليش بعد الدمائر بحط حاجة اسمها الفعل الفعل عندي بيكون متحط له اس او اس او اي اس لو الفعل هي وشي وغير احنا مش فاهمين الكلام ده انا هفهمها لكم بطبيعة بسيطة جدا الفعل عندي في المدارع البسيط اتخنقه الضماير اتخنقه الهي والشي والغير مع الاي والزي والوي والي وقالت احنا احنا المفرد اللي هو هي وشي والأت لازم تميزونا شوية ان احنا نحط للفعل اس وهنا الاس هنا مش اس جمع هنا الاس هنا اس تاعت الزمن يبقى لازم لما نلاقي الفعل موجود نتحط й现 اس يبقى الفعل بتاعنا لا اما هي لا اما شي لا اما ات ولما نلاقي هي وا شي والأت او نتكلم عن هو او هي وغير العاقل نحط للفعل اس طيب دي اس طيب امتى بنحط للفعل اس بنحط للفعل اس لو كان الفعل اخره او او خ او اس زي مثلا زي كلمة جو يذهب جو هحط لها هتبقى جوز فيها اس برضو مش فاهمين يا مس اقول لكم تاني الاس بنحطها لو كان الفعل الفعل اخره او سي اتش اس اتش اكس اس كل دولة لما نلاقيهم في اخر الفعل لازم نحط مع الهي والشي والات اس لكن معظم الافعال او تقريبا 90% من الافعال بنحط اي بس اس بس طيب امتى بنحط اس بنحط اس لو كان الفعل الفعل اخره وي قبليها حرف ساكن زي كلمة كاري اخرها وي اهي وقبليها ار بنحذف الوا وبنحط اس اي اس اي اس يبقى انا عندي كل الافعال بتاخد اس معقي الأفعال الاخرها او سي اتش 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 اكس او اس بنحط لها ES او الافعال الاخرها Y قبليها حرف ساكن يعني مش من الحروف المتحركة A والE والI والO والU بنحط لها I ES سهلة سهلة جدا طيب يبقى الفريق الاولاني اللي هو هي وشي وات قرر انه هو لازم الفعل بنحط له S لازم الفعل نحط له S طيب الفريق التاني ال I والZ والW والU طيب حتى هيقول لي طيب ما ال I مفرد وبنحط لهاش S ال I مفرد ما بنحط لهاش S بس ال I دايما بيبقى مع نفسه كده وحده مع نفسه I فال I هنا دخل مع الفريق هو دايما ساعات بيبقى مع الفريق ده وساعات بيبقى مع الفريق ده في المدارع البسيط هو مع الفريق اللي ما فيش S معاه يبقى ال I والZ والW والU بياخدوا الفعل في المصدر يعني ايه الفعل في المصدر يعني ما فيهوش اي حاجة يعني ما يكونش في S في الآخر لازم يكون مصدر يعني ايه مصدر اصلا الانفناتف بتاع الفعل يعني انت اسمك محمد ماما بتدلعك بتقولك مثلا يا حمادة تدلع لكن اسمك الاساس اسمه محمد انا عندي اسم اساسي للفعل اسمه play هدلعه شويه هيبقى plays ممكن ادلعه تاني واقوله playing في ing مين المصدر مين الاساس بتاعنا مين الفعل الانفناتف المصدر اللي هو play تمام كده بياخدوا الفعل ما فيهوش اضافات يعني ايه ما فيهوش اضافات يعني ما فيهوش حاجة ما فيهوش اس وما فيهوش ing ماشي ده المضارع البسيط تعال نخش على الحاجة التانية المضارع المستمر اللي هو present continuous حاجة مستمرة حاجة بتحدث وقت الان او بنوصف صورة دلوقتي بنستخدم المضارع المستمر المضارع المستمر ده اللي هو بنلبس الفعل الفعل بتاعنا ing اللي هو الفستان واحد لبس فستان ادي بنوطة اهي لبس dress جميل dress جميل لازم تلبس ايه تحت لازم تلبس shoes صح ولا لا shoes اهو يبقى لما نجي نلبس dress dress لازم نلبس shoes صح نفس الكلام الفعل بتاعنا لما نجي نلبسه ing فستان لازم نحط trailers الفعل im اس Worth اللي هي الشوز بتاعته يبقى لازم ذول مع دول الام ول as والår مع الفعل مضاف له اي نجي طيب فاهمين أكتر همسوا بالروح يعني أنا مثلا دلوقتي عايز أقول أن البنوتة دي بتأكل الآن هي بتأكل الآن هقول إيه؟ هي هي شي شي تأكل يعني إيت مش بتأكل إدها بتأكل إيت طيب وإيت أحطله إيه؟ آي إن جي عشان دي حاجة مستمرة صح كده؟ قالك لأ غلط كده طالما أنت حطتي للفعل آي إن جي لازم تلبسي شوز يعني تحطي قبليه آم وإز وآر آم أو إز أو آر يبقى أنا لازم لو حطتلي الفعل فيه آي إن جي لبسته فستان لازم ألبسه شوز معاه فالشي بتاخد إز يبقى نقول إيه؟ هي بتأكل يبقى الكلام ده صح طيب واحدة هيقول لي ينفع نكتب شي إز إيت من غير آي إن جي ينفع يلبس شوز بتاع خروج بتاع حفلة مع لبسي من غير اللبسة حفلة لأ ما ينفعش أحط إز من غير مين الإ إن جي يبقى الإز لازم يجي للفعل إيه؟ آي إن جي لازم يبقى فيه فستان وشوز فستان وشوز درس وشوز طيب تعالوا بقى نحكي عن الضماير اللي هم الفعل بتاعني سبجت بتكلم عن نفسي هقول آي هتكلم عنه هو هقول هي هتكلم عنها هي هقول شي هتكلم عنهم هم غير العاقل هتكلم عن غير العاقل هقول إت هم زي وإحنا وي وإنت يو دول السبع ضمائي اللي عندي السبع ضمائي اللي عندي بقى لما جوم آم وإز وآر اللي هم معالة بي في المدارع المستمر اتقسموا ثلاثة فرق الآي أنا آي خادت آم اللي هي والشي والإت هتاخد إز الزي والوي واليو هتاخد آر الآم والإز والآر طيب حطينا آم وإز وآر يبقى لازم نحط الفعل أو الفربي بتاعي نحط له ING أو نلبسه الدرس بتاعنا أو الفستان بتاعنا نحط ING يبقى لازم من قبل الفعل لإما آم لإما إز لإما آم هنعمل أمثلة دلوقتي ووففاهمكم طيب يا ميس أنا دلوقتي تعلمت زمن present simple اللي هو المدارع البسيط وتعلمت زمن المدارع المستمر إمتى أستخدم المدارع البسيط وإمتى أستخدم المدارع المستمر أستخدم المدارع البسيط عن حقائق أو عادات حقيقة اسمي أنا اسمي كذا حقيقة أنا بساعد أمي أنا بحب السمك أنا بحب الرز الحاجات دي حقيقة في حياتنا هستخدم معها مين المدارع البسيط طيب لو أنا بعمل حاجة دلوقتي أنا بتكلم أو بتحدث الآن وأستخدم المدارع المستمر أنا أكتب الآن أستخدم المدارع المستمر هو أو هم بيلعبوا الآن يبقى استخدم المضارع المستمر يبقى المضارع المستمر حدث يحدث وقت الكلام دلوقتي وحنا بنتكلم او لما اجي اوصف صورة اجي اوصف صورة هقول في الصورة دي هما بيلعبوا هما بيأكلوا هما بيشربوا ممكن تكون الصورة دي تاخدد وخلصت بس انا بوصفها هستخدم معاها present continuous او المضارع البسيط اخر حاجة عندي verb to be او فعل يكون من هو verb to be لهم am و is و are am و is و are معناهم يكون انا اكون هو يكون هي تكون انه يكون هما يكونوا احنا نكون انت يكون انت تكون ال verb to be اللي هو am و is و are بنستخدمهم لما نتكلم عن صفات يعني انا سعيد يبقى i am happy دي صفة طيب هو اسمه احمد يبقى he is اسم احمد يبقى لما نستخدم عن صفات و اسماء احط معالميا فعلي يكون طيب انا عايزة احط افعال يبقى am و is و are لازم احط للفعل في ايه i n j طيب عايزة تكلم عن حقائق وعدات ما حطش am و is و are واحط الفعل في الفريقين فريق ما فيهوش اس و فريق في اس طيب يا مس ممكن تفاهميننا الكلام ده اكتر هفاهم لكم الكلام ده اكتر اول حاجة عندي في البروناونز اللي هما الاسماء الضماير البروناون اللي هو اي بتكلم عن نفسي هقول اي انا اي هتكلم عن نفسي هستخدم مين هستخدم اي اهو انا قمني هتكلم عن نفسي فهقول اي طيب تعالي شوف الجمل انا عايزة اقول انا سعيدة انا سعيدة طيب انا تعلمت ان انا يعني اي وسعيد يعني happy انا عندي دلوقتي كلمتين اي و عندي كلمت هابي اي هابي طيب هذه انفع الجملة تتكون من اسم واسم قيدة اسم هابدة اسم لازم يكون في فعل في الجملة يبقى ايه الجملة هتقول انا اكون سعيدة انا اكون سعيدة يبقى هنا حطينا لازم في الجملة فعل الفعل الفعل عندي بقى الموجود اللي هو يكون تكون مين هما يكون او تكون نرجع للورقة بتاعتنا هنستخدم مين في الصفات هنستخدم المضارع البسيط ولا المضارع المستمر ولا فعل يكون هنستخدم فعل يكون اللي هو مين am او is او are طب نفتكر تاني الاي بتاخد مين الاي انا اي تاخد ام يبقى نرجع ونقول بقى هنا اي ايام انا سعيدة ايام حبي نقطة طيب تعال نشوف الجملة التانية عايز اتكلم عن نفسي واقول انا بحب السمك انا بحب امي انا بحب انا بحب عايز استخدم كلمة انا احب طيب انا احب دي عادة ولا حاجة بتحسده سلقان لا دي عادة وحقيقة حاجات بالحقيقية في جوايا انا بحبها يبقى انا احب هستخدم العادة او الحقيقة اللي هو هستخدم مين المضارع البسيط رفو عليكم طيب انا يعني اي تعال نتكلم كده انا يعني اي وسمك يعني فش واحب يعني لايك طيب انا واحب وسمك يبقى اي لايك فش اي لايك فش هبتعال نكتبها ونشوف في حاجة نقصة ولا اي انا لايك فش انا بحب السمك واو جميل السمك انا احب السمك طيب لايك هنا هنحط لها حاجة تعال افتكر مع بعض دي حقيقة دي حقيقة في حياتي بحاستخدم المدارع البسيط والمدارع البسيط فريقين فريق بياخد اللي الفعل اس فريق ما بياخدش للفعل اس طيب الاي من الفريق اللي ما بياخدش الاس يبقى نحط لايك زي ما هي في المصدر ما في وش اس ياس ورغو عليكم كده تمام كده انت فرمتوني تعال نشوف بقى الجملة الأخيرة انا ألعبه الان انا بلعب الان طيب تعال نقول انا اي ألعب يعني بلاي انا ألعب الان ناو اي بلاي ناو طيب نحن نكتب اي بلاي ناو بس انا عشان طور وكتبتها اي بلاي ناو لاي الان هل الكلام ده صح؟ انا بلعب الان ده زمن مضارع مستمر حاجة بتحدث وقت الكلام حاجة دلوقتي بعملها يبقى لازم استخدم مين لازم استخدم المضارع المستمر البرزنت كون تاني واسبرافو عليكم طيب انا اقول انا انا العب الان انا اي بتكون من فستان الان جي وبين الشوز بتاعي يبقى لازم احط للفعل اي ان جي ولازم احط قبله ام واس وار طيب يبقى نقول هنا اي بتاخد ام انا ام بشاور على اتنين انا مش منهم انا هو بشاور على اتنين او بتكلم عن اتنين انا مش منهم هستخدم مين هستخدم زي يبقى زي لجمع بشاور عليه او مش بشاور عليه بتكلم عنهم اتنين انا مش منهم هم هم زي طيب يعني ساعدوني يلا هم سعداء هم زي سعداء يعني هابي خلاص كتبتها زي هابي هل ينفع الكلام ده ينفع جملة من غير فعل لا يا ميس طيب جملة المفروض تبقى ايه هم يكونوا سعداء شاطرين تعاني كتبها طيب هم زي هم زي يكونوا سعداء تعاني كتب سعداء يعني ايه يعني هابي طيب مين هي يكون ام واز وار هم زي تاخد مين زي بتاخد ار يبقى زي ار هابي طيب نشوف جملة تانية هم بيحبوا السمك هم يحبوا السمك هم زي يحبوا لايك سمك فش تعاني كتبها زي عشان الجملة بتبدأ بفعل زي لايك فش هم بيحبوا السمك جملة سهلة جدا وبسيطة طيب هم يلعبوا الان هم يعني ايه هم زي برافا عليكم ويلعب يعني بلاي والان يعني ناوي ينفع نسبها كده لا لازم نحط للفستان والشوز بتاعي الشوز بتاعي مع زي بتاخد مين ار والفستان بتاعي مع الفعل نحط له ايه اي اي اني جي بسيطة جدا 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 طيب تعال نشوف اخر الواحدة هم اه هوا هي هتكلم عنه هوا ها اقول ايه هل ينفع نسيب الجملة كده؟ فين الفعل؟ لازم نحط يكون مين هو يكون؟ في آم وإز وآر؟ هو هي بتاخد إز يبقى هنا هتحط إيه؟ هتحط إز هو يحب مثلا السمك هكتب هي لايك يحب فيش تعالي اتأكد من الجملة دي هل ينفع هي لايك فيش؟ قالك هي ده مفرد؟ لا 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 أنا زعلان اللي هي زعلان دلوقتي بتقول أنا مش قلت لكم لازم تتميزوني لما أكون في المدارع البسيط طب إنت عاوز إيه؟ أنا عاوز الاس بتاعتي الاس بتاعتي المفرد يبقى الاس في الفعل بتاعتي المفرد يبقى هنا هحط مين؟ الاس اللي هي الفيونك بتاعتي مع الهي يبقى هي لايك فيش طيب هو يلعب الآن هو هي يلعب يعني بلاي طب ينفع أن نقول هي بلاي ناو؟ هل كده خلصت الجملة؟ طبعا لا بلاي ناو بيلعب الآن وقت الكلام يبقى ده مدارع مستمر طبعا بنحط للفستان بنحط للفعل بنلبسه فستان وبنحط قابليه بنلبس الشوز والفستان طيب الفستان بتاعي اللي هو ING سهل جدا طيب نحط مين هنا؟ AM أو IS أو R هو هي ياخد IS يبقى تعالى الفتكر مع وقت اللي أخدناه عشان هنكمل الجزء الثاني أنا I هتكلم عن نفسي هقول I أنا I بتاخد AM I AM هما Z هتكلم عنهم هما هقول Z Z بتاخد R هو هي هتكلم عنه هو هقول هي وهي بتاخد IS يا رب يعجبكم الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك وسبسكرايب على القناة وتستنوني في الجزء الثاني من سلسلة تأسيس الأطفال بتاعت الدمائر دي كان معاكم نسق نايا ويراب يكون يعجبكم المصطبوع الب wurden ان juice sch